ايها الاحلام العرب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اوشيريا ساع قوي اوشيريا ساع قوي دي كانت كلمة السر اللي اول ما اراها قادة الكتائب والجنود بعد ما فتحوا الخطابات المغلقة الساعة اتنين الحاجات كانت حقيقة بداية ضرب في العدو او انطلاق عملية السادس من اكتوبر اوشيريا ساع قوي يعني اضرب الساعة اتنين الدور ودي كانت كلمة السر اللي كتبت به اللهجة النوبية اللي تم استخدامها كشفرة سرية في الحرب بعد ما اقترحها جندي نوبي ربنا اديه الصحة لازال موجود على فكرة تقريبا يعني على قائد كتبته فتبناها ونقالها لقائد الجيش اللي نقالوها بدورهم للسادات وتم استخدامها في حرب اكتوبر عشان تبدأ ملحمة العبور ملحمة عبور قناة السويس يا حضرات زي النهاردة من 49 سنة كنت عائل صغير كنت رايح اشتري مجالة الازاع والتلفزيون وكنا رمضان كنت لسه بتعلم الصيام جديد وفجأة وانا ماشي لقيت الناس الحقيقة فيه صوت بيان عسكري بصوت الازاع القدير صبري سلامة وبعد ما البيان ده تزاع وكان اسمه البيان رقم واحد لقيت الناس في الشارع بتبوز بعض بلا مبلغة الناس في الشارع كانت عايصة وطلعت كلمة الله اكبر من الشوارع والبيوت بعد كده اكتشفنا ان احنا دخلنا حرب مع العدو الازل الابدي اسرائيل مشاهد حقيقة من غير تمثيل ولا افتعال من غير ما تاخد اللقطة واللقمة من بق الفقرة وتصرفها على مؤتمرات والاختيار واحد والاختيار اتنين ومسلسلات فيك هتترمي في مسبلة التاريخ انتصار حقيقي انتصار حقيقي مش انتصار جعان انتصار حقيقي كان مزيج مدهش من التخطيط العلمي والاخدب اسباب الانتصار وتقديم المتخصصين والقادة الافزازي الحقيين امثال سعد الشازلي اللي كان رئيس الاركان سعد مأمون اللي كان قائد الجيش التاني عبد المنع مواصل اللي كان قائد الجيش التالت محمد عبدالغان الجمسي رئيس هيئة عاملات القوات المسلحة محمد حسني مبارك قائد القوات الجوية محمد علي فاهمي قائد قوات دفاع الجوي فؤاد زكري فؤاد زكري قائد القوات البحرية ده غيرهم يعني ورمي الرفاعي بتاع السعقة دي هانتصار أبطال حقيين أبطال بجد أبطال حقاول مصر أغلى انتصار في تاريخنا الحديث دول يا حضرات هما الأبطال الحقيين هيا دي لوحة الشرف هيا دي على نقصهم طبعا هو بس أنا يعني عندي عتاب شوية صغير اللوحة دي جميلة وهم دول أبطال بس قبلهم كان فيه أبطال تانية الملحمة بدأت من تسعة وستين قبل تسعة وستين كمان بدأت من عبد المنعم رياض اللي بدأ يبني القوات المسلحة بدأت من عبد الناصر اللي بدأ يلملم جراحه من الهزيمة ويبتدي يستعد لبناء جيش جديد جاب حسن مبارك يصلح القوات الجوية جاب محمد علي فاهمي يبني من جديد قوات دفاع الجوي عشان كده لما نذكر التاريخ لازم نحترم الناس اللي قبل عبد منعم رياض استشفت تسعة وستين وهو بيعمل مناورات اللي هي حرب الاستنزاف عالجابها كان بينه بين العدو حوالي مئة متر أو مئة وخمسين متر فدول أبطال بس قبلهم كان فيه أسماء تانية أبطال تانية لكن خلينا في دول أهم قارة حرب أكتوبر المشير أحمد إسماعيل علي اللي جاه في 72 قائد أو وزير حربية فريساعد الشازلي اللي كان رئيس أركان حرب 73 اللي هو العظيم العظيم محمد عرغان الجمسي رئيس هيط عمليات حرب 73 اللي هو محمد علي فهمي قائد قوات الدفاع الجوي واللي بنا الدفاع الجوي اللي هو فؤاد زكري قائد قوات البحرية وهو الرجل ده اللي أسس للبحرية بجد اللي هو حسين بارك ده اللي بنا الطيران بعد ما تضرب على الأرض في 63 أكره حسين بارك براحتك بس ده حقيقي اللي هو كمال حسن علي ده قائد سلاح المدرعات الرجل ده بعد كده بوزير الدفاع ووزير خارجية اللي هو محمد الماحي ده قائد المدفعية بحرى 73 اللي هو سعد مأمون قائد الجيش التاني اللي هو بتاع الحرب بقى 73 اللي هو عبد المنع مواصل وأنا قابلت الرجل ده وسلمت عليه وكان لها الشرف ان يوما ما قابلت اللوة عبد المنع مواصل وسلمت عليه وكان رجل اللوة مهابة دول الأبطال